مع اقتراب الانتخابات دأبت منظمات المجتمع المدني لتوعية المواطنين من أجل الذهاب إلى صندوق الاقتراع بدلا أن تتحول هذه الأصوات إلى سياسيين فاسدين فالتغيير يبدأ من منطلق المشاركة على كل مواطن أن يكون إلى دور إيجابي وخاصة في موضوع الانتخابات لأن هذا الموضوع يخص العام ويخص الكل ولن ننسى أنه حق وواجب على كل فرد أن يشارك بهذه العمل نحن دائما ننصح للشباب والمجتمع بشكل عام بكامل الفئات مادة أن يذهب للانتخابات حتى لو لا يوجد شخص معين ينتخبه المهم أن يذهب إذا لم يريد انتخب يبطل الصوت لأنه تصير أمليات تزوير يأخذون البطاقهم ويحسبوها على غير جهات وغير أحزاب ربما ولذلك نحن دائما الطبق السياسي مادة تتغير من واجبات وحقوق المواطن هو أن يصوت لمن يجده مناسبا له في الانتخابات القادمة بدلا من أن ينظر إلى شوائب الانتخابات الماضية التي جرت فيها عمليات تزوير وتغيير نظرته إلى المستقبل لتصحيح المسار السياسي في العراق الإنسان يعبر بل يفكر في مستقبله أنه ليس كل شيء كالماضي يفكر في المستقبل في تطوير المستقبل التطوير المستقبل يحتاج إلى خاصة محافظة كاركوك يحتاج إلى تطوير التطوير ماذا يحتاج إلى أن هذه الشباب الذين السنة يشملهم انتخابات أن يصوتون وبهذه الصوت يرفعون مع نويات محافظة كاركوك صراحة أنا كنت قبل ما أثق أصلا بالانتخابات واللي راح يرشحون انتخابات بس بعد ما جدت للمؤتمر تغيرت النظرة لأنه صراحة لو حتى بس نروحنا يعني بدون ما نصوت بس نحضر انتخابات حتى ما حد يقدر يزور صوتنا حملات توعية تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات القادمة وترسيخ فكرة أن التغيير يبدأ بمشاركتك بالتصويت لمن تجده مناسبا للعجوف عن الانتخابات الذي لن يخدم للوطن ولا المواطن سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر